تلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة خلال العام المالي 2021-2022 وفقا لمنهجية البرامج والأداء وربط ما تم تنفيذه من أعمال في حياة كريمة بأهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة أكدت الوزارة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات بما يمثل 58% من سكان مصر